اهلا بكم مشاهدين الاعزاء لهذه التغطية الخاصة من الميادين والتي نخصصها لمناقشة مواقف التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته اليوم في المسيرة العاشرائية التي اقامها حزب الله بمناسبة العاشر من المحرم في هذه التغطية سيكون معنا هنا في استوديوهات الميادين الخبير بشؤون السياسية سيد حسن شقير معنا الخبير بشؤون الاسرائيلية دكتور محمد هلسة من القدس ومعنا العميد عبدالغني الزبيدي الخبير بشؤون العسكرية والسياسية من صنعاء ونبدأ بمواقف الامين العام لحزب الله مشاهدين في ختام هذه المسيرة كما ذكرنا قبل قليل حيث اكد ان الاساءة للمصحف الشريف في السويد عدوان على العالم الاسلامي السيد نصر الله دعا الدول الاسلامية لاتخاذ اجراءات بحجم هذا العدوان ان على شباب المسلمين في العالم ان على شباب المسلمين الغيارة والشجعان في العالم ان يتصرفوا بمسؤوليتهم حينئذ وان يعاقبوا هؤلاء المعتدين المدنسين الذين تمتد ايديهم لحلق القرآن او الاساءة اليه ولا ينتظروا احدا ليدافع عن مصحفهم وعن قرآنهم وعن دينهم ونبدأ مشاهدين بهذا الموقف للامين العام لحزب الله عن المصحف الشريف استاذ حسن شقير ابدأ معك سيد نصر الله اليوم في تمهيده لهذا الموقف خاصة فيما يخص التوجه لمنظم تعاون الاسلامي التي سيجتمع وزراء خارجية وقال قبل ذلك ان الصفات الموجودة عند المسلمين في ثقافتهم في عقيدتهم في طريقة تفكيرهم لا يقبلون بالاساءة لمقدساتهم هل يمكن القول بان هذا تحذير مع نصيحة بضرورة وقف مثل هكذا اعمال يمكن القول عنها بانها عدائية تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام وللسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة استاذ عبد بداية استطيع ان اوصف هذا الخطاب بانه خطاب المسئولية والثوابت والمسئولية لناحيتين من الناحية العقائدية والناحية السياسية في الناحية العقائدية تحدث سيد حسن صلى الله عن موضوع المقدسات القرآن الكريم وتحدث عن المعتقدات ومواجهة الشذوط اما في الناحية السياسية فهو تحدث عن موضوع فلسطين والتغول الصهيوني فيها عن موضوع اليمن البحرين سوريا ولبنان بشقه استراع مع العدو الصهيوني والاحتلال الصهيوني لبعض الاراضيه والاعتداء على لبنان وكذلك الامر بالامور الداخلية التي تعنا بقضية رئاسة الجمهورية اذا تحدثنا تحديدا بشق المعتقدات وموضوع القرآن الكريم والمعتقدات ايضا التي يحاول البعض اليوم الإساءة اليها والتوهين لها بطبيعة الحال عندما ذكرت ان هذا هو الخطاب خطاب الثوابت والمسئولية اي انه يريد ان يوجه رسالة الى العالم اجمع بان لدينا ثوابت نحن المسلمين لا نستطيع ان نخرج منها لا نستطيع ان نقول ان هذه الثوابت اذا اعتدية عليها بانها ضمن اطار حرية الرأي والتعبير هذا خارج حرية الرأي والتعبير وحتى يعني انه في كل القوانين الدولية حرية الرأي والتعبير تقف عندما تبدأ حرية الاخرين والوراء الاخرين ومعتقدات الاخرين وهي ايضا مدانة بكل الشرائع الدولية هذه التصرفات لذلك بداية اراد سماحة السيد ان يثبت قاعدة للعالم اجمع وعند المسلمين ايضا بان هذا القرآن الكريم هو كتاب مقدس خارج اطار النقد خارج اطار التدنيس لا سمح الله وغير ذلك والاهم من ذلك هو المسئولية انه اعطى وجه المسئوليات هناك الكثير من المنظمات للدول العربية والاسلامية والتي تعنى بقضايا العالم الاسلامي وتقول عن نفسها انها تدافع عن قضايا المسلمين وعن المقدسات الاسلامية هذه الدول اليوم وضعها امام مسئوليات هل يمكن ان يتخذ موقف عملي ليس ادانة وليس رفض وليس استنكار يعني الناس سئمت استاذ عبد الرحمن هذا الموضوع ويبدو ان هذا الموضوع الاساءة للمقدسات يعني وتحديدا القرآن الكريم لم يقف عند حد ولن يقف عند حد ويبدو ان هناك غرف سوداء تدير هذا الموضوع لغاية قد نتحدث عنها ولكن هذه المسئولية وضعهم اليوم سماحة السيد المسئولين عن عنقاجة الدول العربية والاسلامية لان يتخذوا موقفا عملانيا الشعوب العالم الاسلامي لا يريد استنكار ولا استهجان ولا ادانة يريد موقف عملي من خلال العقوبات من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية قطع العلاقات الاقتصادية وغير ذلك ليشعر حكام هذه الدول التي يساء الى القرآن في داخلها بانهم يرتكبون خطأا عندما يعتبون ذلك انهم الجزء من حرية الرأي والتعبير لذلك نعم عندما وضع المسئولية امام الشباب المسلم والشباب العربي اتى في الدرجة الثانية لكي لا يقولوا ان سماحة السيد لا يوجه خطابه الى الاطر الرسمية بداية هو جعل انتصار الشباب العربي والمسلم لهذه المقدسات في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الاولى لذلك نعم عندما نجد بان الحكومات العربية والاسلامية المسؤولة عن هذا الموضوع لا تتخذ مواقف عملانية في هذا الموضوع فنعم الشباب العربي قد يتحرك ويقول لا احد يلومن احد لان هذا الموضوع جزء من المقدس ولا نستطيع كعرب بثقافتنا وكمسلمين ان نقبل هذا الموضوع ولذلك السيد نصر الله ايضا شرح هذه الخلفية العقائدية الثقافية الموجودة عند التركيبة المسلمة اذا صح التعبير سيادة العميد عبدالغين الزبيدي اللافت انه في مسيرة حزب الله اليوم ترفع تقريبا نفس الشعار الذي رفع في المسيرة التي اقيمت في اليمن في موضوع القرآن الكريم بشكل خاص الى اي مدى اليوم هناك تقاطع ايضا في المواقف في هذا الاطار وما قاله السيد نصر الله وما قاله ايضا السيد عبد الملك الحوثي بالامس يتقاطع بشكل كامل بخصوص ما يخص تدنيس القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم احييك اخي عبد الرحمن وحيي ضيوفك وكافة المشاهدين لقناة الميادين بالتأكيد الموضوع القرآن هو موضوع مقدس وهو موضوع يفترض ان يكون العالم العربي والاسلامي جزء من هذا الفكرة الذي اراد ان يوصر رسالة للعالم بانه انتم اليوم تعتدون على اهم مقدس عندنا عند المسلمين وبالتالي فانه عندما يتحدث السيد عبد الملك يوم وامس ويتحدث سيد نصر الله اليوم على ذات الموضوع هو يفترض ان يكون حديث كل القادة والزعماء العرب والمسلمين لان هؤلاء يتطاولوا هؤلاء يتجاوزوا هم يتحدثون دائما عن حرية الرأي وعن حرية التعبير ولكننا نعرفنا فيما يتعلق بموضوع اوكرانيا وما حدث حول موضوع حرية الرأي واغلاق القنوات اليمنية وحتى الروسية وغيرها فيما يتعلق بانهم يدافعون عن حرية الرأي عندما يكون لهم مصلحة ولكن عندما تكون مصالح الآخرين ونحن هنا نتكلم عن شيء مقدس يفترض هو اليوم يتعامل مع مليار وستمائة مليون مسلم وهو لا يعيدهم شيئا هم يقولون دائما بان هذه التصرفات فردية ونحن عندما يدعو السيد نصر الله شباب المسلمين الى ان يكون لهم ذات الحس فيما يتعلق بالدفاع عن الاسلام والمسلمين وفيما يتعلق بالدفاع عن القرآن الكريم الكتاب المقدس الذي يفترض ان يكون له مكان وان يكون له احترام اذا كان هناك من حرية التعبير فيجب ان لا تتصادم وان لا تكون في مواجهة هذا المعتقد المقدس لذلك فانا ارى ان الدعوة التي وجه السيد عبد الملك يوم امس للقادة العرب والمسلمين على الاقل ابدأوا في الجانب السياسي ابدأوا في الجانب الاقتصادي قاطعوا هؤلاء اقطعوا العلاقات الدمولماسية لكي يعرفون تماما بانه انتم تمسون اهم مقدس لدى العرب والمسلم وانتم ستدفعون الثمن غاليا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والسياسي وايضا في جوانب اخرى لان هؤلاء الذين يقومون بهذه العملية لو لا انكم احتموا لهم الفرصة ولولا ان هناك من يدعم ولولا ان هناك لوب صهيوني يدفع ويعزز هذه الفكرة لكي يصبح الاعتداء على مقدسات المسلمين امر هينا ولا يجب ان يتحدث احد اليوم حديث السيد نصر الله كان قويا وواضحا وجليا انه ان لم تتحرك المؤسسات الرسمية في اطارها الرسمية فانه على الشباب المسلم لانهم يقولون اننا نعمل هذا وفقا لحرية ما يقوم به الافراد وليس للدولة او المؤسسات الرسمية في تلك الدول اي دور فاننا اليوم سنواجه هذه الخطوات بهذه الخطوة ان يكون الفرد المسلم حق ان يواجه وان يدافع عن قرآنه وعن مقدساته وبالتالي فان الخطابات الاسلامية في هذه المرحلة عندما تكون بهذه الروحية وبهذه القوة وبهذا الوضوح يعني هذا الخطاب وهذا سيادة العميد سيرتب برأيك سيرتب الان مسؤوليات سيرتب مسؤوليات على منظمة المؤتمر الاسلامي منظمة تعاون الاسلامي والله هذه المنظمة يفترض يعني وانا اقول انا اشك بانها ستقوم بعمل يعني عمل كبير لانه في الاخير الاجندات السياسية لدى العالم العربي والاسلامي انت تابعت يعني لم يكن هناك لا تنديدا ولا مواقف الا من بعض الدول يعني اعتقد ان الموقف العراقي ربما كان هو اكبر المواقف وبالتالي فانه هذه المنظمة لا يعول عليها شيء لا في هذه القضية ولا في غيرها لانها ترتبط باجندات سياسية وانت تعرف اين تتواجد هذه المنظمة ومن يدعمها ومن يمولها ومن يحركها يعني كم تعرضت القضايا العربية والاسلامية والمقدسات والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من المواقف ولم يكن للمنظمة دور خلال هذه الفترة كانت المنظمة صامتة يعني الموضوع ليس آنيا ليس خلال 24 ساعة هناك اعتداءات ربما امتدت بعضها لسنوات وبعضها لأسابيع ولم تحرك هذه المنظمة شيئا ولن تخرج بقرارات ذات اهمية وذات جدوى ولكن المعول هو ما دعا اليه السيد نصر الله في انه على الشباب العربي والاسلامي في اي مكان من العالم ان يدافع عن هذا المصحف وعن مقدسات المسلمين لانه لا يعول على السياسين ولا على الدول في هذه الدول المرحلة لانه هناك حالة تماهي وحالة ربما خضوع وخنوع وايضا يعني ربما لم يعد عند هؤلاء الدول يعني مع الاسف مع بعض الدول وبالذات العربية لم يعد القرآن الكريم يعني بذلك القداسة يعني لذلك لم تصر بيانات من معظم الدول العربية بالذات من معظم الدول العربية والاسلامية كمواقف واضحة وصريحة انت تعرف مثلا أنه أردقان يعني في مرحلة ما كان يهدد ويتوعد السويد بأنه لن يعطيها مساحة في موضوع انضمامها للنات وما ذلك عندما وصلت المصالح الأمريكية والدخل الأمريكيين وقع وبدون أن يكون أي شروط وبالتالي فلا يعول على أي من دول الإسلامية داخل منظمة المؤتمر أو شكل أو حال على كل حال أيضا سنكون بانتظار هذا الاجتماع على أمل أن يكون هناك أيضا موقف كبير بحجم هذا الاعتداء على القرآن والإصرار أيضا على هذا الاعتداء دكتور محمد هالسة في خلال كلامه عن المقدسات الإسلامية عن طبيعة الفرد المسلم وكيفية تفكيره وعدم تسامحه مع تدنيس مقدساته قرن السيد نصر الله إلى جانب تدنيس القرآن تدنيس المسجد الأقصى وتحدث عن بن كفير وحذر أيضا من هذا الموضوع كيف يمكن أن تفهم إسرائيل هكذا رسالة خاصة إذا ما قرننا الموضوع بالتهديد الواضح من السيد نصر الله بأنه إذا لم يكن هناك موقف واضح فيما يخص القرآن الكريم فإن المسلمين والشباب المسلمون يجب أن يكونوا مستعدين ربما أيضا هم للتصرف بمواجهة هكذا اعتداءات متكررة تحياتي لك أخي عبد الرحمن ولضيوفك الكرام والأسادة المشاهدين أولا من أولى من أن يرفع هذا اللواء من سماحة السيد سيد هذا المحور الذي لطالما رفع لواء مقارعة ومنافحة الاستكبار والاعتداء والغطرسة وكان بحزب الله أول من شق طريق هذه المدافعة وهذه المنافحة وهذا التصدي للاستعمار وبالتالي حينما يرفع سماحة السيد هذه الدعوة وهذا اللواء هو ليس غريب هو تأتي من هذه الطبيعة ومن هذه البيئة التي ظلت لسنوات طويلة حاضنة للفكر المقاوم الذي يقاوم المستعمر الذي يعتدي على الأرض عليه أيضا أن يرفع ولا غرابة في ذلك اللواء منافحة والمدافع عن الذي يعتدي على العقيدة الأمر سيان العقيدة لها مكانتها والمصحف له مكانته والأرض والعرض والكرامة أيضا لها مكانتها وبالتالي حينما يأتي سماحة السيد بهذه الدعوة هي دعوة في مكانها ومن مصدرها الذي ستلقى أذان صاغية من كثير من الشباب العربي والمسلم الذي لا يرى غرابة ولا تناقضا في هذه الدعوة حينما تصدر هذه الدعوة من هكذا طرف ومن هكذا عنوان ومن هكذا محور هي بالتالي دعوة صادقة لأنه لا تناقض بين ما يقوله وما يفعله لسنوات الأمر الآخر حينما نتحدث وهذا ملفت جدا وجميل جدا عن هذا الربط الذي قرنه سماحة السيد بين الاعتداء على المسجد الأقصى الذي لا يخصه بالمناسبة الفلسطينيين وحدهم ولا المقدسيين وحدهم المسجد الأقصى لا يقل أهمية في اعتداء إسرائيل عليه عن الاعتداء على المصحف الشريف الذي هو أعقيدة المسلمين ونحن نعلم بأن هذا المكان ذكر في القرآن الكريم وربط في هذا المصحف الذي يدعو سماحة السيد للمدافعات عنه وبالتالي هذا ربط جميل يدعو لكل عربي ومسلم أن لا يتعاطى مع الاعتداء على المسجد الأقصى وكأنه اعتداء على جغراف عادية هو اعتداء على مكان له قداسته وحرمته كما للمسجد الأقصى كما للمصحف الشريف قداسته وحرمته وبالتالي إسرائيل حينما ترى استجابة الشباب العربي والمسلم لهذه الدعوة التي أطلقها سماحة السيد هي أيضا عينها على ما يجري من اعتداءات على المسجد الأقصى من جماعات اليمين المتطرفة التي تدرك تماماً بأن الذين استجابوا للدعوة في المنافحة والمدافعة عن الاعتداء على المصحف الشريف هؤلاء هم أنفسهم الذين لطالما تولوا الدفاع عن المسجد الأقصى وعن فلسطين وعن كرامة المسلمين في المسجد الأقصى وفي غيره وبالتالي هي أيضا تحت مرمى النار وتحت الاستهداف العربي المسلم على مستوى الأفراد هؤلاء الذين يدعوهم سماحة السيد حسن نصر الله أن لا يكون وأن لا ينتظروا قرارات أولئك الذين ارتهنوا في إرادتهم وفي سلوكهم بالرغبة الإسرائيلية لا نتوقع الكثير وأنا أقولها من على هذا المنبر لا نتوقع الكثير من هذه الأنظمة التي ترتهن الآن في علاقتها مع إسرائيل وتقيم لمعها علاقات تطبيع وعلاقات اقتصادية وعلاقات أمنية أن ترفع صوتها لتدافع عن المصحف الشريف لم يدافعوا عن أرض عربية إسلامية مغتصبة من مستعمر باغي وتجاوزوا كل الخطوط الحمر في بناء علاقات مع هذا المستعمر فكيف لنا أن نتوقع أن يقفوا في موقفا يعني يرفعوا يعني الكرامة ويعني العقيدة أمام دول عربية غربية مستعمرة في جزء منها بالمناسبة وللأسف الشديد هي حامية لهذا المشروع الاستعماري في فنسطين وحامية للسلوك الإسرائيلي الذي يعتلي ويتعدى ويتعالى وتضعه فوق القوانين للأسف الشديد على كل حال سأعود إليك أيضا بعد قليل أستاذ هلسة لأنه أيضا كالعادة حضرت فلسطين مشاهدين في خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر وككل مناسبة للمقاومة في لبنان حيث جدد وقوف المقاومة في لبنان بكل ما تستطيع إلى جانب الشعب الفلسطيني معتبرا أن المعركة واحدة والمستقبل واحد نؤكد وقوفنا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان بكل ما نستطيع إلى جانب مقاومة الشعب الفلسطيني ونعتبر معركته معركتنا معركتنا واحدة ومصيرنا واحد وكرامتنا واحدة ومستقبلنا واحد في هذه المنطقة ولن يكون إلا انتصار إرادة المقاومين وزوال هذا الكيان الغاصب عن فلسطين بالإذن من أستاذ حسن شئير ومن العميد عبدالغيني الزبيدي دكتور محمد هلسة سأعود إليك لأن هذه نقطة هامة للغاية في هذا الخطاب أيضا الذي حدد فيه سيد نصر الله مجموعة من العنوين الاستراتيجية في إطار المعركة على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المنطقة يقول عن فلسطين معركتنا واحدة ومصيرنا واحد كيف تعلق أستاذ هلسة على هذا الكلام من السيد نصر الله أولا هذا الأمر ليس بجديد على سماحة السيد وليس بجديد على حزب الله وليست المرة الأولى التي يعتلي فيها سماحة السيد منبر ويذكر فلسطين ودعم المقاومة لفلسطين في كل مرة يتحدث فيها أي أن تكون المناسبة دينية سياسية اجتماعية لا بد له أن يمر على فلسطين وقضية فلسطين ويؤكد على هذا الرابط ما بين هذا المحور وهذه العلاقة التي ليست علاقة إنفعالية عاطفية إنما هي علاقة استراتيجية أيضا تنطلق من البعد العقدي الذي ينطلق منه أيضا كذلك في الدعوة إلى مواجهة هؤلاء الذين يعتدون على المصحف الشريف هذا الأمر لم يعد سرا لا على الفلسطينيين ولا حتى على أعداء الفلسطينيين والعرب على إسرائيل وقد ذكرته قيادات العمل المقاوم مرارا وتكرارا بأن المقاومة في فلسطين تتلقى الدعم المادي والمعنوي وتتلقاه بأشكالها المختلفة في جزء من هذا الدعم ما صرح به وقيل على وسائل الإعلام في جزء آخر يبقى رهينة لحاجة المقاومة للتصريح بهذا الأمر لكن الدعم الذي يتحدث عنه سماحة السيد هو دعم نلمسه ونشهده ليس فقط على مستوى الحضور المعنوي والمتابعة المعنوية لما يجري في فلسطين والإسناد المعنوي إنما على مستوى الدعم المادي ولطالما أيضا وهذا مهم جدا لطالما شكلت المقاومة بالنسبة لنا كشباب فلسطيني وبالنسبة للشباب الفلسطيني المقاوم لطالما شكلت مقاومتها وانتصاراتها وصور الانتصار والفعل المقاوم ومقارعة إسرائيل التي حاولت جزء من الأرض المعربية إيهامنا بأنها عصية على الانكسار وعلى الهزيمة لطالما شكلت هذه المقاومة يعني صورة تلهم كل الشباب الفلسطيني ولطالما استمر يعني هذا الضوء ينبعث من لبنان ومن المقاومة الفلسطينية في لبنان لكل الشباب الفلسطيني لتدفعه لمزيد من العطاء وأن لا يستسلم وأن لا يرتهن لهذه المواقف العربية المنبطحة وأن لا يرتهن لإسرائيل وسيطرتها وسطوتها وللعالم الغرب الذي يدعم إسرائيل وأنه طالما هذه الكف العربية الإسلامية تقارع هذا المخرز الاستعمالي الذي تمثله إسرائيل هي بالتأكيد ستنتصر كما انتصرت المقاومة في لبنان وكما انتصرت المقاومة في اليمن وكما سينتصر كل الذين ينتفضون ضد الظلم في هذه المناسبة تحديدا التي نحييها جميعا ونحن نكبر هذه الكف التي ناطحت مخرز الظلم وانتصرت عليه وظلت حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي ونحيي ذكراها لهذا اليوم أستاذ حسن الشير كما قال أستاذ هلسة قبل قليل موضوع وقوف حزب الله إلى جانب المقاومة الفلسطينية هذا أمر مسلم به هذا ليس بالأمر الجديد ولكن تأكيد السيد نصر الله اليوم على أن المصير واحد المعركة واحدة بهذا الشكل بهذه الطريقة ما المقصود منه؟ هو يؤكد مسألة مهمة جدا أن وحدة الساحات ليست محصورة فقط في فلسطين إنما وحدة الساحات هي محصورة في كل أنحاء المحور مع بعضها البعض بالتأكيد وهناك نقطة مهمة جدا وكنا نقول عنها منذ سنين بأن الصبر الاستراتيجي الذي مارسه حزب الله ومارسته إيران على المعركة بين الحروب التي خاضها الكيان الصهيوني على الساحات سواء في سوريا أو في العراق أو في غيرها من الساحات الظاهرة منها والخفي كان لأجل مسألة مهمة جدا أستاذ عبد الرحمن لأجل التراكم الاستراتيجي في الساحات وهذه النقطة الجوهرية التي بدأ العالم يلمسها أين ليس فقط في كطاع غزة إنما أصبح يلمسها اليوم في الضفة الغربية وهذه نقطة جوهرية لم يكن لهذا التراكم الاستراتيجي النوعي أن يتحقق في غزة وشهدناه في سيف القدس أو أن يتحقق في الضفة الغربية وما جرى في جينين وغيرها لو لا هذا الصبر الذي مورس على تلك المعركة بين الحروب وعلى كل تلك العقوبات التي مورست على محور المقاومة سواء من أمريكا أو من الكيان الصهيوني لذلك أعتقد أن إشارة سماحة السيد هي واضحة بأن فلسطين هي لبنان وحتى أن درع الحماية فقد سيد حسن اسمح لي أن نشير أن هذه صور مباشرة أيضا من مدينة كربلاء تحديدا من منطقة ما بين مقامي الإمام الحسين وأخيه العباس كما نرى أيضا في هذه المشاهد المباشرة عبر شاشة الميدين والجموع ضخمة للغاية وكبيرة جدا كالعادة في هذه المناسبة في العاشر من المحرم تفضل أستاذ حسن كنت أقول أن درع الحماية الذي شكل حول المسجد الأقصى وحول القدس هو تحقق بفعل وحدة الساحات بين أطراف المحور ونحن نتذكر كل التصريحات لسماحة السيد الذي قال بأنه هناك خطوط حمراء على الكيان الصهيوني أن لا يتجاوزها في داخل المسجد الأقصى وأن لا يتجاوزها في منطقة قدس ونذكر جميعا قضية الشيخ جراح إذن اليوم بدأت ترتسم معادلة جديدة بأنه كما أن مصيرنا واحد وكما أن وحدة الساحات في انتصار الساحات لبعضها البعض في داخل فلسطين لبعضها البعض عندما يتتغول عليها الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني أيضا نحن نقترب من مرحلة بأن الساحات ستنتصر لبعضها البعض ويكون المحور كل متكامل في الدفاع عن بعضه البعض هذه إشارة مهمة جدا وبدأنا نلمس هذا الموضوع أبدأنا نلمسه في القدس لمسناه في المسجد الأقصى لمسناه يعني من الذي يمنع هذه الحكومة المتطرفة من المتطرفين وغلات التطرف من أن تقتحم المسجد الأقصى وأن تهدم المسجد الأقصى وأن تبني ما تقول عنه الهيكل من جديد من الذي يمنع هؤلاء اليوم من هذا الموضوع هل لدى الصهاينة خطوط حمراء لديهم هم فرضت عليهم هذه الخطوط الحمراء وإلا هذه الحكومة التي تفعل اليوم بداخل ما يسمى بالمستوطنين الصهاينة بهذا التسلط وهذا النزع الصلاحيات من المحكمة يسمى بالمحكمة العليا إلى الحكومة ليتسلطوا على الصهاينة أنفسهم لن يتورعوا في التسلط على المسجد الأقصى لذلك الذي يمنع هؤلاء هي تلك المعادلات التي بدأت ترتسم على صعيد ساحات المحور بأجمعه حضرتك أستاذ حسن أشرت لنقطة هامة جدا بموضوع المصير الواحد سيدة العميد عبدالغين الزبيدي يقول أستاذ حسن شقير هنا معنا استوديوهات الميادين أن المصير واحد يعني كل محور المقاومة كل أركان هذا المحور هذا ينطبق اليوم على اليمن أيضا سيدة العميد ما قاله ألمين العام لحزب الله بالتأكيد يوم أمس السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال ذلك يعني ولو بسيقة أخرى هو قال بأننا ننسق تنسيقا كاملا مع الأخوة في فلسطين ومع حركات المقاومة ومع دول المحور وبالتالي فأن هذا الخطاب اليوم هو خطاب واضح وصريح يعني هناك خطة استراتيجية هناك موقف سياسي يعني جو سياسي واضح فيما يتعلق بهذه العلاقة التي أنتجت هذا الفعل المقاوم والمؤثر لم يعد هذا الكلام أو هذا الموقف مبنيا على التصريحات وحجم التصريحات ونبرة الكلام وإنما هو تحول إلى فعل بالمناسبة هناك أيضا في اليمن يعني رؤية استراتيجية باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية مصيرية ترتبط باليمن ونحن اليوم لا نزال في عدوان ولا نزال في حصار هناك حديث حول موضوع أننا أيضا نطور أسلحة نطور أسلحة فيما يتعلق بأي مواجهة قد تحدث مع الكيان الصيني وأن هذه الأسلحة وهذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة ربما قد وصلت إلى مرحلة أنها تستطيع أن تضرب في أي مكان في فلسطين المحتلة وهذه ربما يعني قد نسمع عنها خلال المرحلة القادمة من تصريحات إذا ما حدثت أي معركة إذا ما حدث أي تطور فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية إذن فالموضوع هو موضوع محور متكامل ومصير متكامل القضية الفلسطينية هي جوهر وهي الهدف الأساسي للمقاومة وما يتعرض له الوطن العربي ما يتعرض له محور المقاومة ما يتعرض له اليمن اليوم يعني أقول لك شيئا يعني لو كانت الموضوع فيما يتعلق بالعدوان السمراء الحصار بيننا وبين السعودية مرتبط على ما كانوا يتحدثون عنه فيما يتعلق بالأمن القومي للسعودية أو فيما يتعلق بما سميه بمزاعم الشرعية بأنه يجب أن يحجم اليمن اليمن اليوم يستطيع أن يكون له دور قائل ومؤثر في محور المقاومة لأن سيد نصر الله أيضا تحدث عن اليمن سأعود إليك بعد هذه الصوتية نستمع إلى مقاله مشاهدين الأمين العام لحزب الله عن الهدنة غير الرسمية التي قال بأنها غير كافية للشعب اليمني مشددا على أنه من حق الشعب اليمني أن يتوقف العدوان عليه والحصار ما زال شعب اليمن العزيز يعاني من الحصار ومن آثار العدوان الهدنة غير الرسمية ليست كافية هناك شعب نعتدي عليه وشنت عليه الحرب لسنوات وصمد وصبر وقاوم ببسالة وقدم عشرات آلاف الشهداء والجرحة من حق هذا الشعب اليمني العزيز أن يتوقف العدوان عليه وأن يرفع الحصار عنه وأن يعود إلى حياته الطبيعية وفي حال الإمعان والمماطلة والإصرار من حقه أن يأخذ قراره وخياره المناسب ويجب أن يدعمه الجميع في خياره لأنه خيار المظلومين والمعتدى عليهم والمطالبين بحقوقهم إذا مشاهدين نذكر بأن هذا الكلام هو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال المسيرة التي نظمها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في ذكرى العاشر من المحرم وهذه المسيرات أيضا التي تعم عدد من المدن في العالم العربي والإسلامي في أكثر من بلد في العالم العربي والإسلامي قبل قليل كنا نشاهد كربلاء أيضا مشاهدين كما كنا نرى هذه المشاهد الضخمة جدا للعراقيين وغير العراقيين أيضا الذين توجهوا إلى كربلاء لإحياء هذا اليوم سيدة العميدة عبدالغني الزبيدي نعود إلى هذه النقطة وحديث السيد حسن نصر الله عن موضوع اليمن بأن من حق الشعب اليمني أن يوقف عليه هذا العدوان وأن يرفع عنه هذا الحصار وإلا هو لديه الخيارات ما هي هذه الخيارات وأي تنصيق أيضا اليوم يمكن الحديث عنه في هذا الإطار بين اليمن وبقية أطراف محور المقاومة بالتأكيد السيد نصر الله هو يؤكد المؤكد وهو صاحب القول والفعل منذ اليوم الأول لعدوان يعني اليمنيون يعرفون تماما بأن القائد نصر الله وقف معنا وثبت وربما دفع الكثير يعني لا تزال قناة المنار مثلا كمثال بأن لا تبث عبر الأقمار الصناعية العربية النائلسات وغيرها بسبب هذا الموقف وبالتالي فعندما يدعو نصر الله يعني هذه الدعوة يفترض أن تكون مستجابة لأن هؤلاء الذين راهنوا على هزيمة الشعب اليمني هؤلاء الذين راهنوا على كسر إرادة الشعب اليمني هؤلاء الذين أيضا أرادوا أن يستفردوا بالشعب اليمني ها هم اليوم يعرفون تماما بأن الشعب اليمني ليس لوحده ها هو المحور وهو قائد وسيد المحور السيد نصر الله يقف ذات الموقف لم يتغير لم تتنيه الأحداث والمواقف هناك أيضا يعني تطور اليمنيون إذا ما أرادوا اليوم أن يصلوا بمرحلة أن ينتزعوا حقوقهم وقد سمعنا تصريحات كثيرة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوتي ومن الرئيس مهدي المشاط وبقيادة القيادات العسكرية بأن الشعب اليمني وإرادته وقيادته اليوم قادرون على أن ينتزعوا حقوقهم نحن نحترم المعاهدات والاتفاقيات وإن كانت شكلية ولكننا لا يمكن أن نستمر في هذه المعمعة لا يمكن أن يستمر الشعب اليمني يدفع ثمن هذا الموقف ثمن هذه الإرادة اليوم الأمريكيون هم الذين يحاصلون صدقني وأنا كنت أريد أن أقول قبل أن يقطع السيد نصر الله أو يقول هذا الموقف أن الذي يستمر اليوم بالحصار على الشعب اليمني هو الأمريكي الذي يريد أن يقول للشعب اليمني أوقفوا تصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة والصواريخ بعيدة المدى هم يغرون اليوم أنه ليست هناك مشكلة في أننا نتقاتل مع السعودية لأنهم مستفيدون من استمرار هذه الحرب وهم يحلمون السعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة ولكنهم أيضا يخافون من أن هذه الأسلحة اليمنية التي باتت اليوم مزعجة للكيان الصهيوني أن تصل إلى مراحل أبعد إلى أن تكون جزء من معركة قد تستهدف الكيان الصهيوني فيما إذا ما حدثت معركة وهذه المعركة ربما قد تكون وشيكة أو هي أقرب مما كنا نتوقع لذلك هم يدرسون تماما ويمارسون ضغوطات بأنه لا يرفع الحصار على اليمن لا تتوقف هذه الحرب رغم أن السعودية كانت قد أبدت وفقا لتصريحات المسؤولين اليمنيين بأنها كانت أبدت فيما يتعلق برفع الحصار ودفع المرتبات وعلى الأقل في الجوانب الإنسانية ولكن الأمريكيون يضغطون حتى لا تصبح اليمن قوة وخصا وهم يمتلكون هذا الموقع ولذلك الأمريكي في المرحلة الماضية هو يحشد بالأسلحة والبوارج الحربية في بحر العرب والبحر الأحمر وكل التصريحات مرادها وهدفها هو اليمن الذي أصبح اليوم قوة أساسية وركم من أركان محور المقاومة فيما يتعلق بأي معركة قادمة قد تكون فلسطين هي البوصلة وهي الهدف لهذا المحور وسيادة العميد بما أنك ذكرت كلام السيد الحوثي سنستمع الآن مشاهدين إلى مقاله بالأمس زعيم حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي بأن الشعب اليمني إلى الجاهزية أو دعا إلى الجاهزية والاستعداد لمواصلة التصدي للأعداء وفي كلمة له في ذكرى عشراء دعا إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب من الأسر والأعمار أدعو تحالف العدوان إلى وقف عدوانه على بلدنا وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب تموضوع الأسر والإعمار والأضرار والكف عن المؤامرات الدنيئة الهادفة لاستقطاع أجزاء من البلاد أدعو شعبنا العزيز إلى الجهوزية الدائمة واليجظة والانتباه والاستعداد لمواصلة التصدي للأعداء لردعهم عن مواصلة عدوانهم ولإنجاذ البلد من شرهم وطغيانهم ومؤامراتهم دكتور محمد هلسة ليس فقط الولايات المتحدة اليوم من تحاصر اليمن كما أكد سيادة العميد عبدالغيني الزبيدي وكما تؤكد اليوم قيادة أنصار الله زعيم حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي بأن أمريكا هي التي تضغط لاستكمال هذا الحصار إنما لإسرائيل مصرحة كبيرة لأنه كما نشاهد الشعارات المرفوعة في اليمن هي مباشرة ضد إسرائيل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني يقترن ذلك بملايين المقاتلين ملايين المقاتلين الرقم ليس عاديا في اليمن تطور نوعي على مستوى السلاح وأدمغها أدمغها إلى موجودة في اليمن إلى أي مدى أيضا إسرائيل تريد أن يبقى هذا الحصار على الشعب اليمني أولا لنتذكر بأن جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية في استمرار سيطرتها وتفوقها في الإقليم ليس فقط استمرار إمدادها بأسباب التفوق في ذاتها التقني والنوعي والاستراتيجي إنما هي تهدف من خلال أيضا الدول الاستعمارية وعلى رأس أولئة المتحدة إلى إضعاف هذا المحيط العربي الإسلامي واستمرار تفتيته وتجزئته من خلال هذه الصراعات التي تجري بين الأطراف المختلفة وافتعال هذه الصراعات على خلفيات مختلفة إثنية دينية عرقية وهذا الأمر هو ديدا إسرائيل والدول المستعمرة منذ نشأة هذا الكيان كما قلنا الهدف هو استمرار سيطرة إسرائيل ولا تتأتى سيطرة إسرائيل إلا من خلال الأمر ثانيا رأينا كيف أن هذه الاستماتة في إسرائيل للدخول إلى الخليج وإلى مياه الخليج الهدف منها هو إيجاد قواعد عسكرية ويعني أن تكون لها قدرة الاستشعار والتنبؤ عن أي حدث قد يجري من إيران أو من المحور الذي يساند إيران وتسانده إيران وهذا ليس أمرا خفيا لا على إسرائيل ولا على العالم أن إيران تساند المقاومة في اليمن وتساند شعب اليمن وتقف مع مظلوميته وبالتالي رغبة إسرائيل في استمرار الصراع في اليمن واستمرار محاصرة شعب اليمن ومقاومة اليمن هي لأنها تدرك أن قوة اليمن وقوة الشعب اليمني هي قد تصب في قوة إيران في نهاية المطاف وقوة المحور التي تحاربه إسرائيل لأن إسرائيل تدرك أنه في لحظة معينة قد يستخدم هذا الذي تفضلتم بالإشارة إليه الرجال والمال والعتاد في إطار يعني مواجهة ربما تأتي في لحظة من اللحظات مواجهة شاملة تشتعل فيها أغلب الجبهات جبهة فلسطين وجبهة شمال شمال فلسطين الجنوب اللبناني وجبهة اليمن وغيرها من الجبهات في مواجهة مفتوحة مع هذا الكيان ولا تخفي ولا يخفي الشعب اليمن ومقاومته وجيشه يعني انتصاره للقضية الفلسطينية مظلومية الشعب الفلسطيني وإلى حق الشعب الفلسطيني وبالتالي المسألة ليست مجرد شعارات أيضا الجهد اليمني في هذا الإطار التطوير الذي يجري على السلاح اليمني المسيرات وغيرها الصواريخ هي أيضا قد تستخدم في لحظة من اللحظات لذلك يعني شهوة إسرائيل لكسر يعني مقاومة اليمن وشعب اليمن هي تأتي في إطار رغبة إسرائيل بأن لا تبقى أي قوة تمنع استمرار وتمدد إسرائيل وتوسعها الذي يأتي على حساب القوة العربية والكرامة العربية والكينونة العربية ستستمر إسرائيل في هذه الرغبة ويعني بالمناسبة غيضت إسرائيل جدا حينما مثلا فتحت إيران علاقة وعادت تطبيع علاقتها مع السعودية التي كانت تشتهي إسرائيل بأن تبدأ هي فيها وأن تأتي هذه العلاقة مع السعودية لتزيد من يعني تأجيج النار في منطقة الخليج العربي وتحديدا ضد الشعب اليمني ضد المقاومة اليمنية لأن إسرائيل لن تأتي بخير للشعب اليمني ولا للشعوب العربية كل المساعد التي تقوم بها إسرائيل هي لمصلحة إسرائيل ولتقوية إسرائيل وتمدد إسرائيل على حساب الشعوب العربية والكرامة العربية والوجود العربي دوء أستاذ حسن شقير صحيح هناك بعد في المسافة الجغرافية بين اليمن ولبنان هذا واضح على مستوى البعد الجغرافي ولكن هذه العلاقة ما بين اليمن ولبنان بين المقاومة في لبنان واليمن ازدادت بشكل كبير تطورت بشكل هائل إلى درجة بات المتابع يشعر وكأن هناك نوع من التكامل هذا ما نفهمه اليوم من كلام السيد نصر الله بطبيعة تشكي إلى جانب تأكيده على الوقوف إلى جانب المظلومين لأن منطلق اليوم منطلق الموقف قال السيد نصر الله بكل وضوح هو بالأساس بأوله قبل كل شيء إنساني والقوف إلى جانب المظلومين في هذا العالم لأنهم يستحقون بنهاية المطاف أن يعيشوا حياة كريمة بعيدا عن الحصار والتجويع بطبيعة الحال ما تفضلت به أستاذ عبد الموضوع موضوع ثوابت ثابتة أخلاقية وإنسانية وبكل المعايير ولكن المسألة الأخرى والمهمة جدا هي الموضوع أن المشروع هو واحد مشروع استهداف هذه البلدان منقطعا عن مشروع استهداف العراق ولم يكن مشروع استهداف سوريا منقطعا عن مشروع استهداف لبنان في حاب العام 2006 المشروع الأمريكي على هذه المنطقة كانت ضمن الحروب المباشرة لتركيح هذه الشعوب ولتغيير هذه الأنظمة لاستبدالها بأنظمة أقله تكون محايدة ليست مناصرة للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية هي الأساس عندما فشلوا في الحرب من الجيل الثالث الحرب المباشرة نتذكر الفشل الأمريكي المذل في العراق انتقلوا إلى حروب من الجيل الرابع وهي حروب الوكلاء لم يكن الحرب على اليمن ولم تكن الحرب من قبل الإرهابيين وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وسوريا منفصلة عن هذا المشروع ولم تكن حرب العام 2006 إلا كانت الكيان الصهيوني على لبنان إلا أدات عند المشروع الأمريكي لخلق شرق أوسط جديد لذلك أعتقد أن كل هذه الحروب التي خيضت المباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجيل الثالث وبعد فشلها حرب الوكلاء وانتقلت بعدها إلى حرب العقوبات والاستنزاف المديدة كل هذا الموضوع وكل هذا المشروع لماذا؟ لأجل تركيع هذه الشعوب لأجل خلق الفوضى في داخل هذه البلدان وتغيير الأنظمة لتصبح أنظمة أقل إن لم تكن ملتحقة بالمشروع الأمريكي أنظمة ليست معنية بالقضية الفلسطينية لتحاصر فلسطين وتستفرد فلسطين وينتهي السراع مع الكيان الصهيوني بأن تتغول إسرائيل على فلسطين بأكملها وعلى كل العالم العربي والإسلامي لذلك انتصار المقاومة في لبنان لليمن هو انتصار للمقاومة نفسها وليس فقط لليمن وانتصار أهل اليمن للمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين هم انتصار لأهل اليمن أيضا لأن المثل يقول دون قياس أو تشبيه أكلت حين أكل الثورة الأبيض وبالتالي لا يمكن هذه الحلقات إلا أن تستمر اليوم أستاذ عبد أطراف المحور تشكل خطوط دفاع عن بعضها البعض لا يمكن أن يسمح بسقوط خط دفاع واحد أعطيك مثال على ذلك ألا يستطيع الكيان الصهيوني اليوم باجتياح غزة كم تبلغ غزة؟ اجتياح غزة والقضاء على المقاومة في غزة بغض النظر عن التداعيات والآثار لهذا الموضوع هو بالمقدرة العسكرية القل يقول أنه يستطيع أن يفعل ذلك ولكن هل يسمح له بذلك؟ هل يستطيع الكيان الصهيوني اليوم كما ذكرنا عن موضوع القدس والمسجد الأقصى هو يستطيع أن يفعل ذلك ولكن هل يسمح له بذلك؟ اليوم أكثر ما يخشاه أستاذ عبد هو الحرب الشاملة هو هذه إذا أتأكد من أن هناك احتفال. يعني نحن أمام ميزان ردع جديد. ميزان ردع جديد. اسمه الحرب الشاملة التي يخشاها الكيان الصهيوني ولا يريدها. هو لا يريد حربا مع حزب الله فقط. فكيف إذا هدد بالحرب الشاملة؟ في كلمة فقط. بالأمس كان يتحدث مسؤول الكيان الصهيوني من الاستراتيجيين بأن التآكل قد أصاب الكيان الصهيوني. تآكل الردع أمام إيران وحزب الله. احتزاز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تآكل الاقتصاد الأمريكي. وتحدثوا أيضا عن تآكل المجتمع الصهيوني. وهذه أمور استراتيجية وخطيرة جدا تحدث بالكيان. إذا أخذنا فقط موضوع الردع من الذي جعل هذا الردع يتكاكل؟ هي قوة المقاومة في أسنة المقاومة. ولكن هنا أريد أن أنقل هذه النقطة التي كنت تتحدث فيها الأستاذ حسن هلسة. وقبل أن أعود للسيادة العميدة عبدالغيني الزبيدي. ولكن دكتور هلسة سيدنا صل الله تطرق اليوم إلى تحذيرات تم توجيها إلى رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو. وأنه هناك اجتماعات. هناك تقييم للموقف في مواجهة حزب الله. بحسب ما ينقل الإعلام الإسرائيلي. تم نقل معلومات حساسة جدا لنتنياهو من قبل استخبارات العسكرية الإسرائيلية. ما طبيعة هذه المعلومات؟ ولماذا كل هذا القلق والترويج لهذا القلق الآن في هذا التوقيت؟ يعني هذا أولا كما تفضل سماحة السيد. دكتور هلسة سيد نصر الله حذر لاحتلال اليوم من أي حماقة. وكان واضح أنه أي حماقة سيرد عليها مباشرة. نعم. يعني أنا أعود لما بدأت به. هذا جزء من كما تفضل سماحة السيد وأشار الوقاحة الإسرائيلية. أن تتحدث إسرائيل عن الاستفزازات التي يقوم بها حزب الله وعناصر حزب الله والإجراءات التي يقوم بها حزب الله. في حين هي قوة مستعمرة تتغافل وتتناسى عن مجادرها وبطشها وقتلها وإذائها اليوم الذي يجري. وعن احتلالها لجزء من الأرض اللبنانية. هذه قوة مستعمرة وباعتراف جزء من العالم الغربي. وباعتراف جزء من المؤسسات المجتمع الدولي. وإن كانت منافقة في أغلبيتها. لكنها ما زالت تعتبر جزء من الأرض اللبنانية مستعمرة. وما زالت تعتبر جزء كبير جدا من الأرض الفلسطينية مستعمرة. يعني شاهد معي هذه الوقاحة في الحديث عن الاستنزال. الآن بالعودة إلى لماذا تستمر إسرائيل في طرح هذه المسائل. في جزء منه هي تراقب المشهد في لبنان. وهي تخشى من فتح مواجهة مع حزب الله في هذه المرحلة. تحديدا بسبب الحالة الداخلية التي تعيشها. وهذه الأصوات التي يطلقها أو تطلقها مستويات سياسية وأمنية وعسكرية في داخل إسرائيل. ليست من فراغ. في جزء منها هي محاولة تنبيه وتفزيع هذا الشارع الإسرائيلي الذي يغرق في تناقضاته. من أما الأعداء بين هلالين يحيطون بنا ويريدون الانقضاض علينا. الرغبة في تأجيج وتضخيم هذه الإجراءات أو هذه الحركات التي يقوم بها حزب الله على أراضي لبنانية خالصة. الهدف منها محاولة إسكات هذه الأصوات التي تتعالى في داخل المجتمع الإسرائيلي. لأنه تاريخيا منذ أن قام هذا الكيان وحتى هذه اللحظة إسرائيل استطاعت المحافظة على كم التناقضات الداخلية وابقاها تحت الرماد بسبب دائما. ولكن دكتور ألا يمكن أن يلجأ نتنياهو لتصدير أزمته. وكما تعلم الإسرائيلي بارع في هذا الموضوع. هو عادة يقوم بذلك. نعم هذا وارد. هذا الأمر وارد. لكن السؤال هل هذا الذي يخطط له نتنياهو؟ أو قد يذهب إليه نتنياهو؟ قد فعلا يبرد النار الإسرائيلي الداخلية. هل المجتمع الإسرائيلي في هذه الظروف الحالية قادر على أن يتحمل تكلفة الذهاب إلى مواجهة مع المقاومة في الجنوب اللبناني؟ جزء كبير جدا من المحللين الإسراتيجيين في داخل إسرائيل يقولون بأن إسرائيل ليست في وارد الذهاب. وأنت ترى معي حجم الحذر والتنبه الإسرائيلي والتراجع الإسرائيلي والحيطة الإسرائيلية من التعاطي مع قضية الخيمتين. هذه ليست إسرائيل التي نعرفها. إسرائيل التي نعرفها كانت في لحظة من اللاحظات ستقوم بقواتها وبفائض القوة التي لديها لتقتحم جزء من الأرض التي تدعي أنها لها وأن حزب الله اعتدى عليها لتقوم بإنهاء هذه المسألة. إسرائيل اليوم علينا أن نقرأ هذا السلوك. أن نقرأ بأن إسرائيل حينما تأخذ كل هذا الوقت حينما تذهب إلى إعطاء المصار الدبلوماسي الدولي من خلال الولايات المتحدة. لحل هذا الإشكال وتبريد الجبهة مع لبنان ليس من موقع قوة. إنما من موقع ضعف. لأن نتنياهو كما تفضلت هو ماهب جدا في تنفيس وتبريد الساحة الداخلية الإسرائيلية من خلال الهروب في مواجهة. لكن هذه المواجهة هذه المرة مكلفة. وهو يقرأ ويفهم إمكانات المقاومة الإسلامية في جنوب اللبناني. وعينه على لبنان. وعينه الأخرى على غزة. وعينه على الضفة. وعينه على اليمن. وعينه على العلاقة المتوترة مع الولايات المتحدة. وعينه على العلاقة التي يشوبها تشويش مع العالم العربي الذي اعتقد في لحظة معينة بأنها أصبحت أبوابه مفتوحة أمامها. ثم تبدأ بأنها تمنعت عليه. هذه كلها تأخذها الحكومة الإسرائيلية في عين الاعتبار. ولا أعتقد بأن نتنياهو وإن كان يشتهي هذا الأمر. لا أعتقد بأنه قادر في هذه المرحلة على الذهاب. حتى من الناحية الاستراتيجية البحثة والعسكرية الصرفة. ليس في وارد أن يذهب إلى مواجهة مع جنوب اللبناني. لأن تكلفة استمرار الصراع في الداخل الإسرائيلي أقل بكثير من تكلفة الذهاب في مواجهة. وقد يبدأها. لكنه لن يكون قادر على إنهائها. ولا قادر على معرفة تداعياتها وارتداداتها المختلفة. التي قد تعود على المجتمع الإسرائيلي برمته بالويل في هذه المرحلة. سأعود أيضا بعد قليلة لك أستاذ حسن. لنتحدث عن هذا الجزء بخصوص لبنان. نتحدث أيضا عن كلام السيد نصر الله أننا أمام معركة مفتوحة دفاعا عن لبنان. ولكن سيادة العميد عبدالغني الزبيدي. إسرائيل بهذا الشكل الذي يتحدث فيه الدكتور هلسة. والتي هددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم. بكل وضوح من ارتكاب أي حماقة. صعود ميزان الردع بهذا الشكل. إلى أي مدى أيضا يصب اليوم في مصلحة الشعب اليمني. بما أنه نتحدث عن وحدة ساحات. ومن الممكن أن يؤدي بطريقة أو بأخرى بتقاطع أيضا القوى. إذا صح التعبير. إلى التخفيف عن الشعب اليمني. وأن يفرض الشعب اليمني مع الوقت. انتصاره أيضا لرفع الحصار عنه. أنت لو تابعت ما يجري في العالم العربي. على الأقل المنضوية في محور المقاومة. ستجد أن هؤلاء يحاولوا بشتى الوسائل تركيح هذه الدول في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في اليمن. ولكنهم فشلوا. فعادوا إلى الحصار الاقتصادي باعتبار أن هذه الوسيلة هي الأكثر نجاعة وهي ما يمتلكونه على الأقل في هذه المرحلة. أنهم يعرفون أن أي تدخلات أسكرية مباشرة صهيونية أو أمريكية في هذه الدول. هم سيدفعون الثمن. وسيدفع الثمن الكيان الصهيوني. اليوم عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية أو يقوم الكيان الصهيوني بعمل أسكري سواء في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في العراق. هو يعرف تماما أنه لم يعد هذا البلد أو هذه الدولة فقط ستواجه لوحدها. هو يعرف تماما أن المواجهة ستكون مفتوحة وأن الحرب ستكون شاملة. لأنه لا يفر لماذا أنا أسألك هذا سؤال؟ أنا الآن سأنقل لك حرفيا ما قاله سيد نصر الله. سيد نصر الله في خطابه اليوم قال هذه المعركة هي معركة مفتوحة دفاعا عن لبنان وشعوبنا في وجه الحصار والعقوبات ونهب الثروات. يعني يتحدث عن أوجاع أيضا مشتركة. يتحدث عن استهداف مشترك له علاقة بالعقوبات والحصار ونهب الثروات. بالطبيعي أن السيد نصر الله هو تحدث عن واقع موجود. وبالتالي فهو يتعامل من موقع القائد الذي يعرف تماما ما هي الأهداف التي يسعى إليها الكائس الصيني. هو يريد أن يستفرد بكل دولة من دول المحور على حدة. ولكنه سيفشل. لأنه لو لاحظت في خطاب السيد عبد الملك يوم أمس وخطاب السيد نصر الله ستجد أنه ربما هناك ما يمكن أن نسميه التطابق الكامل فيما يتعلق بالقضايا على الأقل المحورية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة حتى بالمسلمين عامة. يعني هو ربما باختلاف المفردات لكن كان هذا الموقف واحد. وهذا دليل أن الفكرة الاستراتيجية اليوم لمحور المقواة هو مرتبط بالمعركة المصيرية. مرتبط بما يتعلق بأن هذا المحور لم يعد فقط يتحدث عن مشاكله وما يعانيه جراء العقوبات وجراء التغول الأمريكي بمساعدة بعض الأنظمة العربية. ولكنه يدرك تماما بأن اليوم صرنا قوة فاعلة ومؤثرة. وبالتالي فإن خطابنا اليوم لا بد أن يصبح بهذه بسيقة العالمية. أن يصل إلى العالم أن نتحدث عن دعوتنا للعالم العربي والإسلامي بأن يثوروا على هؤلاء الذين يعتدون على مقدساتنا وعلى الكتاب المقدسة القرآن الكريم. هؤلاء اليوم في فكرهم الاستراتيجي يعرفون تماما بأن ما نمتلكه من قوة وما نمتلكه من عزيمة وما نمتلكه من إرادة في تجاوز الخطوط الحمراء. يعني لم يعد هناك خطوط حمراء في المواجهة. اليوم بعد ثمان سنوات أو تسع سنوات من الحرب على اليمن يفترض أن تكون رسالة لكل عربي لكل حر أن هذه القوة التي استخدمت في اليمن. هل استدعت أن تركع الشعب اليمني؟ هل استدعت أن تفرض أجندات أو أن تفرض خطوط استسلامية لهذا البلد؟ هذه المقاومة التي حدثت في اليمن ومن قبلها المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية يفترض أن تكون رسالة داعمة لكل عربي. أن هؤلاء الذين يريدون أن يركعون ويريدون أن يصلوا إلى أن يمسوا مقدساتنا عليهم أن يفكروا بأنهم سيدفعون الثمن غاليا وسيدفعونه اليوم السعودية خسرة الكثير من الأموال في اليمن. وهي عبارة عن وكيل للولايات المتحدة كانت تريد بقدرستها ومتلكه من أموال بأنها ستفرض على الشعب اليمني أن يقدم استسلام وأن يوقع على ورقة بيضاء. اليوم التحول الذي حدث في مفهوم الفكر الاستراتيجي والعسكري والقدرات العسكرية المتنامية والمتدورة ستفرض على العدوى الصاهيوني اليوم أن لا يفكر لا في أن يستهدف لبنان ولا في أن يستهدف اليمن لأنه يعرف تماما أن أي استهداف مباشر لهذه الدول فأنه ستكون دول المحور كاملة في جهوزية كاملة ولديها من الإمكانيات والقدرات ولديها أيضا من الإرادة ما يمكنها من أنها تقوم بفعل مباشر ورد عملي وقوي وصاعق لن يدفع ثمنه الكيان الصاهيوني وحده ولكن أيضا ستدفع ثمنه كل الدول الاستكبار العالمي التي تمول وتدعم هذه القطرص الصاهيونية فيما يتعلق بفلسطين اليوم الرسالة واضحة وعلى الجميع أن يدرك بأننا لم نعد في ذلك الموقع الطعيف صرنا في موقف أقوى وأنفع وأجدى طالما هناك قيادات كما هو السيد نصر الله والسيد عبد الملك بدل الدين الحود الرسالة واضحة نحن نتحدث عن مواجهة واحدة أيضا أستاذ حسن شقير كما ذكر أيضا سيدة العميد عبد الغني الزبيدي ولكن أيضا ماذا عن المقاومات المطلوبة للصمود وللمواجهة سيد نصر الله يتحدث عن معركة مفتوحة وللمعركة المفتوحة أيضا مستلزمات ومتطلبات وربطا هنا نعرج معك أيضا عن ملف الداخل اللبناني سيد نصر الله اليوم قال بأن من الواضح أن الجميع ينتظر شهر أيلول ونعتقد أن فتح الباب أمام حوارات جدا قد يفتح أفقا في جدار الموضوع الرئاسي أحب قبل الموضوع الرئاسي أن ألفت إلى مسألة مهمة جدا عندما تحدث سماحت السيد عن الموضوع الداخلي بالشط مع السراع مع الكيان الصهيوني يعني اليوم لا ننسى سيد عبد أن هناك رسائل ضعف ووهن يرسلها الكيان الصهيوني اليوم إلى كل العالم بعد هزيمة العام 2006 ماذا تعني رسائل وضع الأسلاك وبناء الجدران؟ أليست هذه استراتيجية انطوائية لدى الكيان الصهيوني ودليل ضعف؟ ماذا يعني الرسائل الدبلوماسية التي أرسلت إلى كل المفادين في العالم لأجل خيمتين؟ أليس هذا دليل ضعف ووهن عند الكيان الصهيوني؟ وعندما أيضا حدثت الفعالية الشعبية في مزارع شبعة وجرح بعض الأشخاص وبعض الشبان لم يبقى أحد لم ينقر رسالة إلى لبنان بأن الكيان الصهيوني لم يقصد أن يجرح أحد أو أن يصيب أحد بأذى هذا يدلل على ماذا؟ عن تآكل الردع الفعلي قبل لبنان كنت أسألك عن مواجهة المفتوحة الذي تحتاجه؟ أي مقاومات تحتاج أيضا؟ المواجهة المفتوحة مع الكيان الصهيوني تستلزم بداية التعاضد بين أطراف المحور كما تفضل سماحة السيد اليوم الكل يجب أن يدافع عن كل ووحدة الساحات يجب أن تنطلق من فلسطين إلى داخل كل ساحات المحور وأن يصبح هذا المحور كل متكامل النقطة الثانية عدم السماح لأي سقوط من خطوط الدفاع الذي تشكله هذا المحور أي ساحة من ساحات المحور لا سمح الله تسقط ستؤثر مباشرة على الساحات الأخرى لذلك نرى هذا التعاضد ونرى منع سقوط اليمن منع سقوط فلسطين منع سقوط العراق منع سقوط سوريا ومنع سقوط المقاومة في لبنان والتهديد دائما بالحرب الشاملة التي يخشاها الكيان الصهيوني والتي أيضا لا تريدها أمريكا لحسابات تتعلق بمصالحها ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية أيضا من أساليب المواجهة اليوم يتم مواجهه من حصار هناك حصار وعقوبات هذا الحصار وهذه العقوبات هي صحيح أنها مؤلمة إلا أن ساحات المحور من خلال امتلاكها لقوة ووسائل القوة تستطيع أن تفرض بعض المعادلات التي من خلالها تتخلص شعوب هذا المحور من الحصار وإلا ما الذي منع الإسرائيلي من أن يعتدي في كل مرة على البواخر والسفن الإيرانية التي تنقل المساعدات إلى سوريا أليست معادلة الرجع؟ تعرف دكتور أستاذ حسن ربما الموضوع قد يكون نوعا ما رمزي معنوي ولكن صحيح أن هناك محاولات فرض للحصار وخنق حزب الله ولكن أيضا ما نراه من مشاهد في شوارع الضاحية الجنوبية وفي مناطق حزب الله من توزيع للطعام والشراب بشكل مجاني وبشكل كبير وهائل على مدار ساعات اليوم هذا له دلالة كبيرة بأن هذا الحصار لا ينفع مع الأسف الشديد إخواننا في الوطن الذين هم ليسوا من جمهور المقاومة هم الذين تأذوا من تلك العقوبات والحصار التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من شعب وبيئة المقاومة وهذا يعني الكل ليس سرا نضيعه لذلك أقول أستاذ عبد أن هذه الأمور التي ذكرتها كلها هي تشكل عوامل متعاضدة مع بعضها البعض ومانع في مواجهة هذا التغول الصهيوني ولزيادة تآكل الردع عند الصهيوني وتهيئس الكيان الصهيوني من هذه الاستراتيجيات هم يجربون أستاذ عبد يجربون الحرب من الجيل الثالث إلى الحرب الجيل الرابع إلى حرب الجيل الخامس وصلوا اليوم إلى حرب توهين المعتقدات وتوهين المقدسات هذه كلها تجربية يجربون بهذه الأساليب لكي تسقط هذه الساحات وأساليب المواجهة التي توضعها التي تحصن هذه الساحات أكثر وأكثر على أمل في موضوع رئيس الجمهورية لماذا في أيلول سريعا؟ لأن العودة الثالثة للولدريان ستكون في أيلول ويبدو أنه حصل على غطاء من الدل الخماسي بإجراء مشاورات حوارية لأجل انتخاب رئيس جمهورية اتفاق على برنامج مواصفات الرئيس ومن ثم الذهاب إلى المجلس النياب نتمنى قبل أيلول أن يكون هذا الموضوع فقط لنشرح للمشاهد العربي أيضا موضوع المضايف هي عادة عراقية مشاهدين عادة نراها في كربلاء وفي الكثير من المدن العراقية في مثل هكذا أيام يتم فيها توزيع الطعام والشراب على كل من يقوم بالزيارة هذا كان بارس جدا في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية أيضا في هذه الأيام ليس سرا أيضا دكتور هلسة من نشر اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لمقاتلين من حزب الله لمقاومين من حزب الله وهم يؤمنون الحماية لهذه المسيرة الضخمة التي ملأت شوارع الضاحية الجنوبية بأسلحة متطورة جدا إن كان على مستوى استهداف المسيرات على مستوى القنصات أيضا عالية الدقة وهذا موجود في الصور يبدو أن حزب الله أراد أن يوجه رسالة دكتور هلسة لإسرائيل أيضا من خلال عرض هكذا صور أكيد وإسرائيل التقفتها بشكل كبير والتقف إعلامها وتحدث بها حجم هذه الجرأة التي يتحلى بها مقاتل حزب الله وهذا الظهور العملي ليس فقط في الداخل اللبناني إنما أيضا على الحدود ورأينا المشاهد التي نقلت قبل أيام لبعض مقاتلي الحزب وهم يتجولون أو يقومون بجولة متاخمة جدا للحدود هذه الجرأة تغيظ الإسرائيلي وتحدثوا فيها مرارا وتكرارا وكتبوا وقالوا بأن شعور حزب الله امتلاكه للقوة ولمكامل القوة وقراءته لمعادلة ما يجري في داخل إسرائيل هي التي تدفعه أن يقفز خطوات إلى الأمام في التعاطي مع إسرائيل ذاك على الحدود دكتور هلسة هدف الداخل اليوم بوضوح يعني واضح أن حزب الله أراد أن تظهر هذه الصور على ما يبدو لأنه رأينا بشكل واضح صور لهؤلاء المقاومين على أسطح المباني لقناصين واضح أنهم محترفين شاهدنا أيضا أسلحة كانت قد برزت خلال إحدى المناورات هذا السلاح الذي قيل بأنه أيضا المسيرات يقوم ربما بالتشويش على المسيرات هذا لافت في الداخل اللبناني فيما يخص هذه المسيرة أخي عبد من مفاصل ومن مكامل القوة التي تتحلى بها المقاومة إن في الجنوب اللبناني أو في فلسطين المحتلة أنها تجد حاضنة شعبية تجد حيطة تستند إليه وهذا الظهور في داخل هذه الجموع هو جزء من هذه الرسالة التي تصل إلى إسرائيل والتي تصل إلى القوى المستقبلة التي أرادت أن تفض هذه الجموع من حول المقاومة من خلال قوة الحصار والإيذاء ومن خلال الضرب في العلاقة التي تربط ما بين هذه الجماهير وما بين القوى الحاضنة أو القوى المقاومة إسرائيل فشلت والولايات المتحدة فشلت في كل المحاولات لأن تحدث شرخا فيما بين الجماهير التي تحضر ضمن المقاومة وهي التي تدفع الزمن الأكبر هذه الجماهير في المقابل إسرائيل وجعها وخاصرتها هو جبهتها الداخلية وأول ما يئن ويصرخ في إسرائيل هي جبهتها الداخلية أنت ترى في كل مواجهة تبدأ مع هذا الكيان سواء مع المقاومة في غزة أو في الضفة الغربية أو في الجنوب اللبناني إسرائيل تسابق الزمن لحسم هذه المواجهة بسرعة كبيرة جدا لأنها تدرك بأن جبهتها الداخلية لا تحتمل فترة طويلة من المواجهة وهي التي ستصرخ أولا وهي التي ستطالب قيادة الجيش والقيادة السياسية بوقف هذه العمليات حتى على الخسارة التي قد تتكبدها بالخلاف ما يجري في إسرائيل هذا الذي يجري في الجنوب اللبناني هذه الصورة التي تنقل الآن من وسائل الإعلام إسرائيلية تؤكد لإسرائيل وقيادتها الأمنية والعسكرية بأن هذه الجموع مستعدة لأن تدفع ثمن وهي متقدمة حتى على المقاومة وقد رأينا كيف أن شباب وشيوخ وشبان لبنانين تصدوا لجرفات الاحتلال وهم الذين بدأوا هذا الاحتكاك وهذه الأفعال مع الجيش الإسرائيلي ولا يخشونه في هذه الرسالة بالتأكيد على كل حال الحديث يطول أيضا عن هذه المواقف وعن هذه المواجهة شكرا جزيلا لك الخبير بشؤون الإسرائيلية دكتور محمد هلسة كنت معنا من القدس المحتلة شكرا لك أيضا لعميد عبدالغيني الزبيدي الخبير بشؤون العسكرية والسياسية كنت معنا من صنعاء وشكرا لك أستاذ حسن شقير الخبير بشؤون السياسية على وجودك معنا هنا في ستوديوهات المايدين مشاهدين هذا الجزء من التغطية انتهى بعد قليل تلقاكم الزميلة علام الله في استكمال لهذه التغطية أبقوا معنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة